بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى معكم مرة تانية وعايزين بقى نتعلم برنامج أكثر تأقيدا شوية من برنامج الهيلو بروجرامنج اللي احنا تعلمناه مع بعض في الحلقة اللي فاتت زي ما احنا شايفين قدامنا برنامج الهيلو بروجرامنج وبنفتكر مع بعض بقوله include stream io.h ليه ديت صح? عشان احنا نستخدم مجموعة أوامر الدخل والخارج in moto output زي cout و cn cout دي كأمر بمتعرف جوة المكتبة بتاعة io stream.h تمام البناء العام انا عندي integer main اهيه وقفلت integer main مع return بتاعتها ده البناء العام الكود بتاعي اللي كان بيطبع على الشاشة hello programming هو الجملة البسيطة دي cout hello programming وقصين اصغر من دي قصين اصغر من هو البناء بتاع cout كده اللي عمل الكود دوت عمله كده فاحنا بنلتزمين باللي هو عمل ده بقى كان في حاجة مضايقة فخلاها قصين اصغر من كان مبسوط شوية زي حسب ظروفه طيب احد برنامج اللي حايزين نعمله هو برنامج يحسب مساحة دايدة ده اول برنامج مفيد ممكن نعمله طب تعالوا نفكر مع بعض لو انا عملت اتنين سلاش كده دي معناها comment يعني ايه comment يعني البرنامج ملوش دعو بيه دي حاجة لي انا فانا عايز اكتب افكاري على هاية سلاشات البناء العام للبرنامج زي ما احنا شايفين integer minor 10 نوع طب انا عايز افكر انا عشان احسب مساحة دايدة ايه اللي انا محتاجه اي برنامج في الدنيا بيكله مجموعة من الموطيات المدخلات اللي هي الحاجات المتوفرة عندي ومحتاج اعمل عليها معالجة يعني بيكون عندي مجموعة من الـ مجموعة الـ مجموعة الـ انا محتاج اعمل عليها معالجة المعالجة ديت اللي هي processing ايه الـ الحاجات اللي انا بنفذها طبيعيا يعني لو انا عايز احسب مساحة دايدة ايه اللي بيكون عندي موطة دايما بيكون الموطة بتاعي نصف القطر بيحتاج حاجة تانية غير نصف القطر عشان احسب مساحة دايدة بالطبع لا يبقى لما انت حتى لما تيجي مسألة في الامتحان وانت زمان نما كنت بيزاك يقولك ايه احسب مساحة دايرة نصف القطرها 5 احسب مساحة دايرة نصف قطرها 7 احسب مساحة دايرة نصف قطرها 8 مينفعش يديك سؤال تحسب بيه مساحة دايرة من غير مينديك نصف القطر لان دهל موطة اللي انا بحسب بيه مساحة دايرة يبقى الـ إيهellان برنامج دوت هي اللي هي نصف القطر طيب اللي انت بتعمله عشان تطلع مساحت الدايرة فانا عشان احسب مساحت الدايرة بطلع اعمل ايه مش بحسب باش بنفذ القانون اللي هو ايه بتساوي 22 على 7 تربيع او اللي هي بنسميه طه نق تربيع باي ار سكوير حسب انت بتعملها ايه المهم ان في الاخر 22 على 7 في ار في ار ده البروسيسك اللي انا بعمله فباجي قوم في الامتحان كاتب بقى وانا ايام زبان وانا صغير لما كنت لسه بحسب مساحت الدايرة وقوم كاتب 22 على 7 في ار في ار طيب بعد كده الـ output بتاعي ايه الـ output اللي انا حسبت عشانه اللي هو اللي انا عايزه يبقى خارج لي انا بحسب مساحت الدايرة ده فبيطلع لي المساح في الاخر ده الـ output تاعي اللي هو المساح نفسه المساح اللي هطبحها على الشاشة طب تعالوا نكتب بيبقى برنامجنا بقى الـ input بتاعي هو نص قطر الـ R الـ processing اللي انا عايز اعمله ان ايه بتساوي 22 على 7 في R في R صح؟ طب والنتج بتاعه اللي أنا عايز أطبعه أنا عايز أطبعه في الخارج ما عايز نكتبه هنا أنا عايز أطبعه في الأوتبوت بتاعي ALA يبقى دي كده الانبوت وهادي بروسيسنج وهادي الأوتبوت طيب يبقى لوقت البرمجة اللي معي دي هت المفروض توفر لي طريقة أخد بها الانبوت من المستخدم أعمل حسبة بتاعتي وأطلع الأوتبوت للمستخدم إيه الأمر اللي بيخليني أخد امبوت من المستخدم؟ الأمر اللي بيخليني أخد امبوت من المستخدم هو أمر C-N مش عامل كنت بطلع اوتبوت بقول C-AUT عشان أخد امبوت C-N تمام؟ بس بعكس قصين اللي هم أصغر من بخليها أكبر من زي ما احنا شايفين وقوله R وسمي كولون أخر السطر زي ما احنا عارفين في البرنامج بتاعنا طيب البروستسنج هحسب حسبتي إزاي؟ هقوله إيه بتساوي 22 على 7 في R في R وسمي كولون مسافات هنا مش شرط أنا بحط المسافات دي عشان نبقى شايفين كويس بس الخارج بتاعي هطبع مساحة الدايلة اللي هو C-AUT هل مساحة الدايلة في R؟ لا في الإيه فأنا هقول C-AUT إيه زي ما احنا شايفين أدي الإمبوت باخده من استخدم أدي بحسب المساحة بطبع الناتج بتاع المساحة طيب لو جيت نفست برنامج على كده هبصة لقي السيزي على كده وقول لي أنت عندك إرر في برنامج الاسمه هلوورد لأنه بكمل على نفس الاسم بتاع الفل الملف عشان كده بيقول لي بسميه هلوورد وقول لي أنت عندك إرر في برنامج هلوورد طيب إيه هلوورد وقول لي Invalid Token إيه Invalid Token ديه الكلام العجيب ده Invalid Token هو أنا عايز يقول لك أنا مش عارف ال-R ال-R دي بالنسبة لي بسميها token يعني أنا مش عارف إيه هي ال-R أنا بستخدم حاجة اسمها R طيب ال-CN وال-CAUT أنا عارف عشان جواه ال-IO Stream طيب إيه ال-R وإيه ال-A أنا مش عارف فلازم أن أعرفه 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 ال-R وال-E أعرفه له إزاي بقول له ال-R وال-E دي هل هي هتشيل أرقام صحيحة هل هي هتشيل أرقام عشرية بتشيل كسور إيه نوع ال-R فأول حاجة هنأخذها في التعريفات دلوقتي الحاجة اسمها Flute إيه الفلوت ده Flute يعني عنده فاصلة عائمة فاصلة عائمة ال-A وال-R إيه ده إيه فاصلة عائمة تعال فاهمك يعني إيه فاصلة عائمة لو أنا قلت خمسة ده عدد صحيح لو أنا قلت خمسة point 8 ده عدد إيه كسري ال-point هنا جاية فين في الأول صح طيب لو أنا قلت خمسة ستة كده point 8 يبقى ال-point كده جاية فين بعد تالت رقب صح ممكن عاوم الفاصلة دي واجبها هنا ممكن عاوم الفاصلة دي واجبها هنا فالفاصلة متحركة فبيسموها فاصلة إيه؟ عائمة الفاصلة العائمة يعني إيه؟ يعني ال-A وال-R تقبل أرقام فيها كسور وده منطقي لأن مساحة الدائل نصف قطر ممكن يقبل خمسة ونصف خمسة وربع والناتج برضو هيكون في كسور طيب الفاصلة العائمة معناها أعقد من كده شوية أنا جبتها بطريقة بسيطة عشان بس تفهم يعني ليه؟ يستخدم الأمر flute اللي هو الفاصلة العائمة بس أسهل حاجة أنك ممكن تقول أن دي معناها أنها بتقبل fractions طيب تعالوا بقى ننفس كما بعد برنامج زي ما احنا شايفين برنامج يشتغل هو مستني مني أدخل له أي رقم أدخل له رقم خمسة مثلا ودوس Enter هيطلع لي 75 وملزوق فيها برس إني كي فاكرين ليه بيطلع لي كلمة برس إني كي لازم في 75؟ تمام لأن احنا محتاجين سلاش إن هضيف هنا هو كده طيب وأقول له سلاش إن عشان يعمل لي نيو لاين وننفس برنامج هدخل له مثلا 7 147 أقول لبريس إني كي دو كنتينيو تحت في حاجة غريبة السبعة المفروض أنها تطلع لـ 154 طب ليه تطلع لـ 147 هنا فيه خطأ غريب أن ما حسب ليش المساحة صح هنح طبعا عشان مش عارفين نحسابها ففاكرين أن 147 صحيح لا في الحقيقة الرقم الصحيح 154 المشكلة جات من إيه لما جيه الكمبيلر بتاع السي ينفذ البرنامج لقى 22 على 7 ده صحيح وده صحيح ده إنتجر وده إنتجر فرح قاسم إنتجر على الإنتجر فرح طلع لي إيه طلع لي الناتج ورده إنتجر طب هل الناتج المفروض 227 تطلع إنتجر تطلع 3 ومش 3 و14 من المية يبقى إزاي أخليه لما يقسم يقسمهم على إنهم الاتنين كسور أخلي الأولاني كسر 22.0 مش حاجة نفسها 22 بس هيتعامل حاجة مع 22 عنها فلوت بالطريقة دي هيقسمها فلوت على إنتجر يخلي الناتج في الآخر كأنه فلوت بقى دي بنسميه بالتقود العملية إنها تبقى كلها إيه فلوت تعالوا ننفس كده برنامج ودي له 7 يطلع للمرضي صح 454 طب تعالوا نجرب بقى أرقام فيها كسور 5 ونص طلع أخو أرقام فيها كسور وكسور كده طلعت صحيحة زي الفل تخيل بقى 5 ونص لات لو أنا مش حاضرت اتنين بوينت زيرو هجرب لك أخمسة ونص تاني بس لما مش حاضرت دي وكتبت خمسة ونص تعالوا لقم تاني خالص فالعملية بتبوز مني فلازم أحط عشان اسم تتين مش حاسها بتطلع سليمة أحط 22 بوينت زيرو طيب لحد دلوقتي الدنيا ماشي بس أنا لحد دلوقتي إذا ما بشغل برنامج أبص ألاقيه مطلع لي بص شاشة سودة وفيها مؤشر طب هو طالب مني إيه وعايز مني إيه فأنا في الجزئية ديت أنا بقى عايز أبدأ إيه أول حاجة أنا هنا عايز أعملها إن أنا أدخل له أو أديره سعر صريف قول له enter radius تخلي نص القطر أما أدخل نص القطر يومي يكامل معي وقال لي the output أو the result أو the area يعني الدنيا تكون فيها تفاهم كده ما يبقى الشاشة سودة وشكلها كئيب طب هعمل الكلام ده إزاي؟ بالضبط فأنا عايز أقول له enter radius تمام؟ صح؟ هستخدم أمر see out تمام؟ وأقول له بقى enter radius ممكن طبعا نكون زوق شوية بدل ما أقول له enter radius أقول له please خذ بي كابتن enter radius وساعتها أما أخذ القارة تبقى الشيك شوية تمام؟ في see out هقول له بقى هقول له كلمة ظريفة أوم أقول له إيه؟ هقول له area equal وأوم طلعها الناتج تعال نشوف كده الآن هتبقى الليز كتير إزاي؟ هلاقي expected ها نسيت هنا سيميكورون شفت السيميكورون الخطيرة إزاي؟ pull please enter radius واقف شوف هنا بقى يتلزل كتير هودوس سبعة طبعا سبعة لزقة في كلمة enter radius باقة شوية نزبطها دلوقتي area بتساوي 154 الدنيا أشياء كتير عشان أعمل حتة دي هاجي هنا هو ودوس مسافة بس ساعتها لما هعمل run enter radius 9 ودس enter طلع لي الناتجه وديني شيك وآخر حلاوة يبقى تاني قلنا أي برنامج في الدونية input processing output زي ما احنا شايفين أي برنامج في اللغة C بيحتاج أعرف المتغيرات اللي هستخدمها جواه برنامج نصف قطر الدايرة بساحة الدايرة قصدي بيحتاج كدخل نصف قطر بيحسب المساحة A بتساويين عشاء سبعة في R تربيع بيطلع الخارج بإيه فهعرف المتغيرات بتاعتي المتغيرات نوحة بتقبل كسور A و R بتاخد أرقام من نوع كسور هطبع البرنامج نفسه إن أنا باخد الارة هو CNR بحسب المساحة ويسي قاوت A طب أمال A سي قاوت بريز انتر ريدياس دي حاجة عشان الشياكة بطبع على الشاشة الأول دخل الريدياس قبل ما أسأل على الار بتبديني شيك شوية هحسب المساحة وبعدين أقول له إريا بيساوي وديله الـ A وبحط في الآخر سلاش إن دي عشان الشياكة برضو ويديني في الآخر إن هو عامل سطر جديد return 1 وقفرة القرص ديت هي عبارة عن نهاية البرنامج وفوق مين وفتحة القرص دي اللي هي الفنكشن بتاعتي اللي هي نهاية بداية البرنامج برنامج برنامج هو جله جوا function مين والإنكلود بتاعتي اللي إحنا عارفينها شكرا لكم إن شاء الله هنكملنا برنامج دوت في الحلقة الجاية وهنستخدم أمر إف مع بعض عشان نشوف إزاي نستعمل أمر إف بكفاءة من خلال البرنامج بتاعتنا نشب نش специال